أكدت وزارة الطيران المدني أنه تم اختيار مصر لتولي منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني وتعد اللجنة الاقتصادية واحدة من أهم اللجن بالمنظمة الدولية للطيران المدني حيث تتولى وضع السياسات العامة حول القضايا المتعلقة بالتنظيم والتطوير الاقتصادي لنشاط النقل الجوي العالمي بما يدعم الأنشطة الاقتصادية للقطاع ودعم الاستثمار عبر الحدود في شركات الطيران والجوانب التنظيمية والاقتصادية للمطارات وخدمات الملاحة الجوية لتحسين مستويات السلامة والكفاءة للتشغيل والاقتصاد للنقل الجوي الدولي